بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أحبابي وأحباب وصفات مغربية تنتمنى لكم الصحة والعفية وأحباب هذه القناة إن شاء الله بكم باش غدي نزيدوا نواصلوا ونزيدوا نطلعوا القناة تنتمنى لكم إن شاء الله الصحة الدائمة ورحك البال مع كل من تحبون أما الوصفة لليلي اليوم هي رجوع الغائب رجوع الغائب الناس اللي عندهم مشاكل مع شخص معين غيبة لهم وما قدرش يتصلوا به إما عن الهاتف ما تتصل بهم لا بالهاتف ولا أي مكالمة جات منه ولكن أنا عندي الحق بلا شعودة بلا سحر عندي باب الكريم عندي باب الرحيم أترجى الله يدق بابي أو يتكلم معي على الهاتف ولكن عندي طريقة إن شاء الله غا نعطيها لكم هي وصفة ربانية إن شاء الله غادي ناخد السبحة ليلة الجمعة ليلة الجمعة غادي نسبح ب اسم الجامع يا جامع يا جامع يا جامع يا جامع يا جامع نكمل مئة مرة ونقول يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمعني مع فلان ولد فلان اللهم اجمعه مع فلان بنت فلان غادي تقولي تسع مرات يا قريب يا قريب يا قريب قرب لي فلان ولد فلان يتكلم معي بالهاتف أو مهم يتفكرني يا جامع يا جامع ندير مهم يا جامع تقريها الف مرة ولكن من توصل للمئة مرة غادي اسم الجامع ودقولي الدعاء اسم الجامع وغادي ان شاء الله تقولي يا قريب يا قريب تسع مرات تقولي يا قريب قرب لي فلان ولد فلان لي يتصل بي أو يتقرب مني أو مهم القريب يقرب لك كل شيء يقرب لك باسم الجامع واسم القريب أن يقرب لك الحبيب أو الزوج الغضبان أو المشاكل اللي كينا في البيت إذن نتمنى أنكم تديروا هذه الوصفة صالحة بإذن الله يا جامع مئة مرة ونقول الدعاء ونقول اسم القريب تسع مرات ونقول الدعاء دي الاسم القريب ونكمل حتى نكمل اسم يا جامع يا جامع ألف مرة ولكن كل مئة نقول هذا الدعاء ونقول نقول يا قريب تسع مرات ونقول دعاء دي الاسم القريب وإن شاء الله يقرب لكم كل شخص تبغيه للحلال للزواج للزوج الغضبان اللي غيب على أبناؤه إنسان اللي بعيد عليك مهم هذا الصغر ربانيا بدون سحر بدون شعودة لأن الجامع هو الله والقريب هو الله هو اللي غيب يقرب لك من تريدين إذن لا أعجبكم الفيديو خليوا لي لايك دعموا القناة فعلوا الجرس أبنوا بحول الله وقوته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته